السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إليه عبر خدمة الواتسعب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق إخواني وأخواتي وردت إلي أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخ مهدي من الجزائر يسأل عن القول الراجح في مسألة زكاة المستغلات مهدي من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك بالنسبة لزكاة المستغلات يكون في الريع وفي الأرباح الناتج عنها فمن استثمر بناية وجاء منها إيجارة مثلا سنوية أو شهرية فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة فكل عين تستغل استثمارا فهذه تجه فيها الزكاة بارك الله فيك أمت الله من سوريا تقول صديقتي قاطعت والدتها بشكل نهائي لأسباب كثيرة لأن والدتها تمارس السحر بنفسها وتؤذي كل من حولها وكأنها تستمتع بذلك وإيا أيضا والعياذ بالله يعني فيها فسق وفجور إلى آخر ما ذكرت من صور قبيحة لهذه المرأة تسأل تقول ما حكم مقاطعة البنت لأمها نهائيا أختي أمت الله من سوريا بارك الله فيك بالنسبة للعلاقة بين الولد سواء كان ذكر أو أنثى مع والديه مع الأب والأم هذه علاقة لا يمكن أبدا أن تنفصل في حال من الأحوان حتى لو كانت الأم تدعو ابنتها إلى الشرك بالله والكفر بالله لا تطيعها صحيح لكن تصاحبها في الدنيا معروفا وذلك لقول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قد أوجب الله جل وعلا بر الوالدين قال سبحانه وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانه قال جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانه هذا طبعا القاعدة الأساس والأصل يعني بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك قطعة أو قطعة بين الولد وبين أبيه القطعة النهائية قد تكون هناك قطعة جزئية قد يكون هناك هجر قد يكون هناك احتساب لكن أن تكون مثل ما قلت قطعة نهائية هذه ما يمكن الأمر الثاني إذا كانت والله هذه البنت طبعا هذه مستثنى من القاعدة العامة تقول بأن والدتها والعياذ بالله استولت عليها الشياطين واحتوشتها والعياذ بالله وأصبحت الآن تنقلب على أولادها وذلك بسحرهم أو بالتفريق بين الرجل وامرأته وبين ابنتها وزوجها مثلا وسببت لهم إشكالات نعم يوجوز في مثل هذه الحالة مجانبة الأم وذلك للضرر لأنه سيحصل ضرر عظيم من هذه الأم لكن هناك وسائل اتصال كثيرة ممكن عن طريق الهاتف يبقى القضية الأخيرة أخت الفاضلة من لهذه الأم من حيث الموعظة والتذكير والنصيحة والدعوة إلى ترك هذا المنكر العظيم إذا تخلت عنها ابنتها وابنها مثلا ولذلك يحتسبون الأجر ويصبرون وبالنسبة لما ذكرت من أمور الفسق والفجور ما أحببت أني أقرأ الرسالة كاملة لما تشتمل عليه من ارتكابها لقبائح والعياذ بالله هذه كلها يحتسب الأولاد في دعوتها إلى الله عز والله إذا استجابت الحمد لله ما استجابت يصلونها صلة الحق العام من بعيد البعيد باتصال أو شيء من هذا القبيل يكثرون من دعوتها إلى الله سبحانه وتعالى مريم من الإمارات بارك الله فيها تقول في حال العثور على عمل مقصود به التفريق بين الزوجين وفي حالة الشك في أشخاص كيفية التعامل وهل الهدايا سواء طعام وغير ذلك ممكن تؤثر أختي مريم من الإمارات بارك الله فيك بالنسبة للعثور على السحر يعني تقول هناك سحر عثر عليه والقصد التفريق بين الرجل وامرأتي طيب كيف عرفت بأنه قصد التفريق بين الرجل وبين امرأته هل هناك مشاكل حاصلة بين الزوجين ثم إنكم بحثتم في البيت فوجدتم هذا العمل هذا تقصيدين هذا الكلام إذا كان هذا الشيء الحمد لله الذي وفقكم ويسر لكم الحصول على هذا السحر أو هذا العمل لأن أسرع شيء يبطل السحر سبحان الله العظيم هو وجود العمل فتقومون بحل العقد مثلا أو بتقطيعه وفصله إذا كان شيء ليس فيه عقد مع قراءة المعوذات مع قراءة المعوذات وبالنسبة للسحر أخت الفاضلة السحر حقيقة كما أن من صوره سحر الخيال إلا أن السحر حقيقة يميت بإرادة الله الكونية يميت ويمرض ويفرق الرجل عن امرأته ويحدث أمراض وأشياء كثيرة بإرادة الله الكونية كما قال جل وعلا وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يعني الكوني القدري والمقصود بأن السحر قد يطع في الطعام في الشراب والعاذ بالله في أشياء كثيرة لكن المقصود مدام أنك تقولين وجدتم السحر هذه نعمة قموا بإبطاله وبتفكيكه بارك الله فيكم أم خليفة من الإمارات تقول بالنسبة للمرأة هل يجوز أن تظهر أمام زوج ابنتها من دون حجاب بحيث أنه يعني هو يكون محرما لها مثلا تقول الزوج غير مختنع أم خليفة بارك الله فيك من الإمارات بالنسبة للمرأة إذا عقد عليها الشاب حرمت عليه أمها يعني مثال سامحيني أضرب المثال حتى أبسط المسألة الآن بنتك هذا الرجل عقد عليها كتب الكتاب عقد عليه وما دخل بها بعد أنت أصبحت أما له ما يجوز له أن يتزوجك فيما لو إذا قدر طبعا فيما بعد يعني وإن شاء الله بعد طولة عمره زوجك مثلا ما يجوز خلاص أصبحت أنت في مقام أمه واضح؟ هذا بالنسبة للبنات العقد على البنات يحرم الأمهات كيف طيب وقد دخل بابنتك الآن هو زوج ابنتك هذا مثل أحد أولادك ولذلك تحرمين عليه حرم أبدية فزوجك بارك الله فيه لماذا لم يقتنع إذا كان يقول والله أنا ما أقتنع لأني ما عندي دليل هذا الدليل هذا الدليل فلذلك بارك الله فيك الإجماع منعقد على أن أم الزوجة تحرم على الزوج بمجرد العقد بمجرد العقد كيف قد دخل عليه ويمكن عنده عيال وأنت جدل عياله واضح بارك الله فيك إذا كان زوجه يقول لا والله أنا مو مرتاح لهذا الزوج يقول مو مرتاح حاس عنده شيء مو طبيعي عنده انحراف نظراته غير طيبة سامحيني أقول هذا الكلام أنه ما يعقل لنا مسلم يقول أنا ما أقتنع بزوج البنت أن يدخل على زوجتي مثلا يسلم عليها وصافحها هذا مثل والدته هذا يحتاط يعني إذا قال للزوج والله أنا بلغني أخبار عندي الرجل هذا مش طبيعي عنده انحراف وشيء هذه مسألة ثانية مسألة ثانية وأنا لا أعتقد أن هذا موجود لكن عموما هي مسألة مسألة شرع ودين العقد على البنات وحرم الأمهات أخبري زوجك بهذا بارك الله فيك أم عمر بن أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول إنسانة يعني طوال حياتها تعمل ومع زوجها لتؤمن لها ولي أولادها حياة كريمة مرتبة كله يذهب من أول الشهر تقول كان له عندي مصداقية كبيرة الآن بلغ سنا متقدم منذ عام 2015 تسلطت عليه عصابات خارجية بحجة أنهم سيقدمون له الملايين من الدولارات بدأ مشوار الضحية لهم قدم لهم كل ما يملك هو حصيلة ما جنه وجنيته تنبهت لهذه المشكلة من ابني الذي بدأ زوجي يستدين منه كان ذلك بعد مرور عامين وقع زوجي تحت وطأة الديون الثقيل التي لا يتحمل إنسان وهو اليوم بحاجة ما سهل لأي مبلغ المشكلة أنه لا يزال يتعامل مع تلك العصابات اليوم لا نزال نعيش معا في نفس البيت أنه لا يكلمني والتفكير قد أخذ مني تقول يعني ما أخذنا إلى آخر تقول يعني دخلنا في أقصات وكذا المهم في قصتها طويلة الأخت أم عمر من أمريكا وبعدين تسأل تقول يعني الآن هل يعني يجوز لي أني أطلب الطلاق مثلا وأخذ جميع مدخراتي يعني التي جمعتها طوال أربعين سنة إلى آخر ما ذكرت أختي أم مريم من أمريكا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يعافي زوجك وأن يبعد الشر عنك وعن زوجك وعن بيتك وعن جميع المسلمين أخت الفاضلة بالنسبة لك أنت الآن خلاصة رسالتك طويلة طبعا يعني وأنا لو اختصرت كان أفضل قراءة المهم منها أخت الفاضلة لك الحق الكامل شرعا وعرفا وعقلا وقانونا ونظاما أنك تطلبين فراق هذا الزوج بعد هذا العمل لماذا؟ لأنه كما قرأت في رسالتك ورطك هو الآن كل ما حوشتي وجمعتيه خلال أربعين سنة وكل شيء وقفت فيه مع زوجك تبخر في لحظة واحدة بسبب هذا الوهم الذي يعيش زوجك هداه الله حينما استسلم لعصابات الوهم الذين يقنعون بأنه سيوفرون له كذا وسينمون له المال وسيعطونه كذا هؤلاء السحر والدجالين هؤلاء الذين عبثوا بكثير من الناس نسألوا الله العافية والسلام ولذلك زوجك يتحمل كل ما قام به ويجب عليه وجوبا أن يرجع لك كل مبلغ صرفتي عليه أو أخذه منك أو استدانه منك أو من أولاده هي في ذمته ما دام أنكم ما سامحتموا وأقول هذا الكلام لأنك أنت ذكرت بأن زوجك ما استفاد ولا انتبه ولا التعظ ومستمر في قضية التعامل مع عصابات الإجرام هذه التي يزينون له ويمنونه مثل ما يمن الشيطان الإنسان ثم بعد ذلك يجد بأنه في حالة إفلاس وهذا حقيقة جزاء كل من استسلم لباعة الوهم وكل من استسلم لهؤلاء العرافين والكهان والدجالين وترك الطرق الشرعية والطرق الطبيعية الطرق الطبيعية في التجارة في العمل في الاكتساب في الوظائف في كذا في الدخول في شراكة مثلا يعني هو الآن يعتقد بأن هؤلاء سينمون له المال قد يكونون سحروا عينه سحروا عينه لما أرواه مثلا ألف دولار صارت عشرة آلاف دولار هذا تخييل سحر تخييل ولذلك كثير من الناس وقعوا ضحايا لمثل هذه العصابات عصابات الدجل عموما أختي أم مريم لك الحق الكامل وأنت يعني لا شيء عليك في شرع الله ولا في دين الله إن طلبت مفارقة هذا الزوج الذي ما زال مستمر في هذا الطريق ومستمر في هذا السبيل وأثقلك وأثقل أولادك والآن يقترض من هنا ومن هناك ممكن قد يعني يتسبب لك في الدخول في السجن ممكن أو دخول أولاده في السجن مثلا بسبب هذه التصرفات الحمقاء لهذا أختي الفاضلة لك الحق لكن قبل ذلك عضيه وذكريه وقولي له سأعطيك مهلة أسبوع أو أسبوعين تتوب إلى الله عز وجل وتترك هذا الطريق الشائك وتقطع العلاقة مع هؤلاء السحرة والدجالين وهذه العصابات الإجرامية بيعت الوهم إذا استجاب استجاب ما استجاب لك الحق الكامل أن تنقذ نفسك وأولادك من الاستمرار في هذا الطريق المنحدر الذي سيكون فيه وسحيقة وستجنين يعني مرارة الاستمرار مع هذا الزوج هذه نصيحة أقولها لك هذه ليست فتوى الفتوى أنك لو أحببتي تبقين معه لا شيء عليك في ذلك لكن هذه نصيحة ما دام أنك طلبت مني هذا أم محمد من المغرب تقول ابني في سنة الخامسة عشرة يصلي ولكن دائما لا يقوم إلا بمتابعته فإنه يجمع الصلوات ويصلي السؤال عن صلاة الفجر والشفع والوت اللي لا يصلي بحجة أنهم ليسوا فرائض يقول لهم سنة فقط غير مفروض ما رأيكم وأطرب منكم الدعاء إلى آخر ما ذكرت أختي أم محمد أمين من المغرب بارك الله فيك وأسر الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية أن يبارك لك في الأولاد لا شك بأن الأولاد يحتاجون إلى رعاية ومتابعة وعضوا تذكير ما بين فترة وأخرى بالنسبة للصلاوات خمس فرضها الله عز وجل على المسلمين لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر وهذا العذر تقبله الشريعة وأما قضية والله يجمع الصلوات هذا لا يصح ولا يجوز كيف يجمع الصلوات هو في الحضر والسبب التساهل والنوم وشيء من هذا القبيل الشفع والوتر سنة مؤكدة يعني الوتر أقصد الوتر سنة مؤكدة وسنة الفجر القبلية سنة مؤكدة كان العلماء يقولون من واضب على ترك الوتر فهو رجل سوء حتى بعضهم قال ما تقبل شهادته اللي يترك الوتر ويواضب على ترك الوتر والعياذ بالله بعدين إيش اللي يكلف الوتر ما يصلي العشة هو يصلي العشة وبعد العشة ركعة واحدة سنة البعدية سنة العشة الراتبة البعدية وبعدها يصلي ركعة واحدة هذا أقل الوتر وأكعتين مع ركعة انتهى الأمر فلذلك ابنك بارك الله فيك يحتاج إلى هزة عنيفة منك ذكرين وتخوفين بالله تقولين لله والله إن الدنيا لا تغني عن الآخرة شيء الله عز وجل خلقك لعبادته ولم يخلقك لمثل هذا العبث وهذا التفريط ذكري بالله وخوفين بالله وقولي لأكيد تعرف لك أصحاب مثلا أو زملاء في قمة الشباب وفي زهرة العمر اختطفتهم المنية والموت ما نفعهم يعني شبابهم ولا قوتهم وما أغنت عنهم من الله شيئا فقولي له هذا الكلام ذكريه وأكثر له من الدعاء في سجودك ولاحظي أنت ووالدة ما بين فترة وأخرى بارك الله فيك الأخ عبد الله من مصر بارك الله فيه يقول أنا كنت طالبا في الثانوية العامة وكنت مجتهد والغش كان منتشر حولي بشكل كبير جدا أخذت عهد على نفسي أن لا أغش لكن مع كثرة الذين حولي وخوفي الشديد على مستقبلي وقعت في الخطيئة وغششت وكنت قد غششت أحدا أيضا بعدها ولم أستدرك إلا بعد مرور عام من الدراسة الجامعية ثم ذكر توبته وندمه في رسالة طويلة يقول ماذا أفعل إن كنت ظلمت أحدا مثلا بدخول لهذه الكلية أخاف من الظلم إلى آخر ما ذكر عبد الله من مصر بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك أخي الفاضل طبعا بالنسبة للغش واضح أنك تعلم حكم الغش بدليل هذا الندم وهذا التأنيب تأنيب الضمير وهذا الحزن اللي نضحت به رسالتك فالحمد لله الذي تاب عليك الحمد لله الذي فتح على قلبك يوجد من الناس طوال عمرهم يغشون في الدراسة أو في الامتحانات ولا يعني يتحرك لهم عرق نسأل الله العافية والسلامة قد ماتت ضمائرهم أما أنت فمن الله عليك الحمد لله بالتوبة والإنابة فأحمد الله الذي فسح في عمرك ومد في أجلك صحوة ضمير أصبحت الآن تعلن بها خطورة هذا الأمر عموما استغفر الله وتوب إليه واحرص على أنك تعلم الآخرين تنبه الآخرين أحدث حسنة بعد هذه السيئة وذلك بإخبار الناس خطورة الغش وحرمة الغش وما يترتب على الغش من آثار سيئة في الدنيا ومن عقوبات في الآخرة وقضية أنك تبدأ تفكر في كل جزئية من الجزئيات التي مرت بك في مسألة الغش فلان ظلمت وفلان ما ظلمت ما تنتهي ولذلك تبعي لله بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العود إليه احرص على أن مثل ما ذكرت لك تحدث حسنة في مقابل هذه السيئة يتعليم الناس حرمة الغش وامضي والحمد لله راتبك إن شاء الله بعد التوبة يعني حلال واحرص على التصدق قدر ما تستطيع بارك الله فيك أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها تقول أنا فرنسية يعني هاجرت إلى الجزائر وتزوجت بعد طلاقي زوجي الجديد يقبل أطفالي الخمسة طلبت من أبيهم الذي هو رجع إلى فرنسا بعد وقوع الطلاق نفقة لملابس الأطفال ولمدارسهم وما يحتاجون طلبت أيضا نفقة ميسرة لإيجارة السكن يرفض ذلك ويقول إن هذه مسؤولية زوجي الجديد هل كلام صحيح؟ وهل ينبغي لزوجي الجديد العنفاق في السكن لي ولأطفالي أو هل يجوز لي أن أطلب من الأب نفقة السكن؟ أختي الفاضلة أم إبراهيم من السعودية تقولين بأنك أصلا أنت فرنسية وهاجرت إلى الجزائر يظهر بأنك أرسلت الرسالة وأنت في السعودية من خلال الرقم طيب أختي الفاضلة بالنسبة لي زوجك الأول هو المسؤول مسؤولية كامل عن النفق على أولاده وليس الزوج الثاني الزوج الثاني ليس له علاقة الزوج الثاني ما كلفته الشريعة أنه ينفق على أولادك من زوجك الأول كون انفصلت عنه هذا لا يعني أنه ينفصل عن أولاده ولا يقوم برعايتهم وبالإنفاق عليهم ولذلك لا بد أن يفهم زوجك بأن أولاده يجب عليه أن ينفق عليه أنت الآن خلصت بالنسبة لك تحت زوج هو الذي ينفق عليك زوجك الثاني إلا يتبرع زوجك الثاني إذا تبرق قال أنا أنفق عليهم جزاها الله خير محسن ومتفضل وله الأجر والثواب أما من حيث الأصل زوجك الأول هو المسؤول عن أولاد بل أنا أخبرك بشيء قد يزعجك هذا الشيء في الشريعة بأن المرأة إذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى الأب بالنسبة لأولاده خلص انتقلون إلى أبيهم إلا يكون هناك تفاهم بينهم بمعنى أنه يقوم عليهم يسكنهم ويطعمهم ويسقيهم ويسقيهم ويلبسهم ويوفر لهم كل الضروريات والحاجيات فأفهمي زوجك هذا بارك الله فيك ولا يعتقد بأن إذا كان عنده القدرة على الكلام وعلى المحاجج وأنه سينجو من عقاب الله الآن هو يعص الله عز وجل بتركه النفق على أولاده ميمونة الجابر من السعودية بارك الله فيها تقول يا شيخ أنا والله الحمد أنعم الله علي بالكثير من النعم ويسر المعيشة والحياة بشكل عام لكن أحيانا أحس بضيقة ويأس وأعراض اكتئاب بسبب بعض العمور هذا ما يجعلني أشعر بالذنب تجاه علاقتي بالله لأن الله من علي بهذه النعم وأنا بالمقابل أشعر بالضيق والكرب وذلك مما يزيد حالتي سوءا في بعض الأحيان ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة ميمونة الجابر من السعودية أختي الفاضلة أولا لا بد أن نفهم قضية وهي أن الله تعالى إنما خلقنا في هذه الدنيا لمهمة ولغاية عظيمة ما هي عبادته سبحانه وتعالى بمعنى أن الله حينما خلقنا خلقنا لهذه المهمة لأن هذه الدنيا ليست هي الوطن الذي يبقى فيه الإنسان وإنما الإنسان أنزل إلى هذه الدنيا وهناك دور على مسرح هذه الدنيا على هذه الأرض يؤديه ثم يذهب إلى الوطن الأبدي السرمدي اللي هي الحياة الأخرى الحياة الأخرى للأسف الشديد كثير من الناس ما فهموا هذه القضية ولذلك نحن في هذه الدنيا الله عز وجل سخر لنا الدنيا لنقيم العبودية لله ولم يخلقنا جل وعلا للدنيا بدليل أننا نموت هل سمعت أحد أن خلد في هذه الدنيا؟ الأنبياء وهم الأنبياء ماتوا عليهم الصلاة والسلام لذلك تلفاظنا من يفهم هذه القضية صدقيني بأنه والله يعيش عيش رضية وحياة هنية ونفسه مطمئنة ويتعامل مع الأشياء تعامل صحيح لذلك لازم نفهم هذه القضية يعني بمعنى أننا خلقنا لغاء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم المسألة الأخرى الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده بالنعم وبالخيرات لكن لا بد لهذا الإنسان أن يرفع مستوى الحذر من قضية عدم الانتباه لنعم الله عز وجل لأن من الناس إذا ولد في النعمة وعاش في النعمة ما شعر بعظمة المنعم وما شعر بأن الله جل وعلا تفضل عليه ومن عليه لهذا أخت الفاضلة لا بد من شكر الله عز وجل على نعمه وآلائه وعدم نسيان هذا الأمر يقول جل وعلا وَإِتْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله ويقول جل وعلا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ فالإنسان مع هذه النعم يشكر الله عز وجل بلسانه وبقلبه وبجوارحه أما شكر القلب فبالاعتراب بأن هذا النعم من الله وأما شكر اللسان فاللهج بقول الحمد لله الشكر لله وأما شكر الجوارح فصرفها في طاعة الله أنت تستطيع من خلال النعم التي عندك أن تنفقي على الفقراء والمساكين وعلى المرضى والمحوجين الذين ليس لهم قدرة على المصارف الدواء وكذا بما يشرح الله عز وجل به صدرك يشرح الله عز وجل صدرك بهذه النفقة داووا مرضاكم بالصدقة النبي عليه الصلاة والسلام لما شك إليه رجل وحش في صدره وضيق ماذا قال؟ قال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين أنت تعاني من حالة نوع من الاكتئاب قد يكون سببه الملالة من النعم بعض الناس يمل للنعم في روتين رتيب يوميا عند الإنسان قد يمل أنفقي في سبيل الله أنفقي على المساكين والفقراء تلمس المحتاجين صدقيني بأن هذا يشرح الله عز وجل به صدرك تجدين أنك تعيشين نعمة قبل نعيم الجنة تعيشين نعمة في الدنيا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة نعمة الإيمان وما في أجمل يا أخت الفاضل من أن يعيش الإنسان للآخرين للأسف انتشرت الأنانية والذاتية عند كثير من الناس أصبح ما يرى إلا نفسه ولا يهتم إلا بنفسه عنده استعداد يشتري ساعة ماركة بنصف مليون لكن لو قيل تصدق على فقير أو مسكين والله ما تلجلج وتمعر وجهه وتنحنح وتقدم رجل وأخرى يدعى إلى الإنفاق في سبيل الله يدعى إلى الإنفاق على الفقراء والمساكين والمشردين والمسحوقين ما لكن ماركة اللهم بارك عنده خير لأنه ما عنده مشكلة طيب هذا الذي تقصي القلوب يعني قصدي أنا أنك تمنع هذا الباب الذي الله عز وجل يفتحى عليك ولكنك تغرق في الكماليات والتحسينيات وفي الفشخرات وفي هذه المباهاء والخيلة يغرق الإنسان فيها كيف ما يقسو القلب يقسو القلب ويتحجر أيضا ويتصحر الصدر يصبح الصدر الصحراء قاحلة وتجف المشاعر طبيعي جدا لإنسان ما لا عمل صالح لكن إن شاء الله أنت ما أنت منهم لكن عموما هذه النعمة التي عندك استخدمها في طاعة الله إذا كان عندك مال أنفقي فيه على الفقراء والمساكين والمرضى سوي وقف وقف في سبيل الله عز وجل إذا كان عندك قدرة على النصيحة إن صحي وعظي بنات جنسك من النساء هذا حلال وهذا حرام وهذا صح وهذا غلط حاول أن يكون لك نفع متعدي مثلا للآخرين حرصي على أن يكون بينك وبين الله عز وجل خبيئة ما يعلم عنها إلا الله عز وجل فلذلك تلفاظ الحمد لله المؤمن استطيع أن يتعامل مع ربه تعامل يعود إليه حتى إن والله إن قلبه ليرقص طربا متلذدا بنعم الله عز وجل تلذذ بنعم الله سبحانه وتعالى وصر الله تعالى أن يمنى عليك بالتوفيق والسداد وأن يبارك فيك أمت الله من اليمن بارك الله فيها تقول أنا امرأة كبيرة في السن ولا ما كتب لي الزواج وأعيش مع أمي وأبي توفي أبي عشت مع أمي حتى توفاها الله البيت إيجار بعد وفاة أمي طلب أخي مني العيش معه رفتها الآن أعيش لوحده هل علي شيء لما أعيش لوحده لأني رفت العيش مع أخي من تصرفات زوجته الأجار أتعبني إخواني يهبوا لي الأكل والشرب إخواني فقراء هل يمكن أن أطلب منك يا شيخ يعني مثلا يعني أن يكون هناك مثلا من يقف معي من أهلي وإخواني ومن الناس لو طلبت هذا العليا شيء أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لك أخت الفاضلة يعني توفي والداك وأنت الآن تعيشين لوحدك وأخوانك يعرضون عليك السكن معهم عندك مشكلة مع زوجات إخوانك أعتقد بأنك تستطيعين أن تتخلصي من هذا التصرف من زوجات إخوانك إذا أنت فعلا حسنت خلقك معهم وقمت بخدمة البيت والأسرة وتلطفت معهم وأصبحت حقيقة يعني مثلا تقومين بأشياء يعني نافعة صدقيني ستكونين محبوبة عندهم خاصة وأن إخوانك يرغبون هذا أفضل لك من أن تمد يديك إلى الناس وتستعطفين الناس وتأخذين منه تقولين يا فلان ادفع عني الأجار يا فلان ادفع عني الأكل والشرب ما يصرح يا أخت الفاضلة وبعدين الإنسان يعيش وحده مثلا في بيت هذا مما جاء النهي عنه يعني الإنسان نهي أن ينام وحده في بيت ما في أحد فما تدرين يا أخت الفاضل يعني حوادث الدنيا ومفاجآت الدنيا كثيرة يعني وجد من الناس والعياذ بالله من لم يعرف بوفاته إلا بعدما ظهرت رائحته أزعدت الجيران رائحة كرية تبين أنه مات من شهر أو شهرين لأنه يعيش وحده في البيت فأنا أنصحك يا أخت الفاضل تتركين هذه الأمر وتتعاملين مع زوجات إخوانك بمحبة وبمودة وإذا رأوا زوجات إخوانك رأوا خدمتك وقيامك وهذا صح لك أنت صح لما تشتغلين في البيت تقومين بخدمة البيت خدمة الأولاد لا يأتيك الشيطان يقول ها صرت خدامي عندهم لا 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 قل اخسع دو الله وبالعكس تكسبين أجر أو ثواب أفضل لك من أنك تمدين يديكي أو أنك يعني تبدعين تقول والله ادفعوا عني ولا ساعدوني هذا الذي أنصحك به بارك الله فيك الأخت خلود محمد من اليمن أيضا تقول يا شيخ من داوم على قراءة سورة البقر وآل عمران تكون له يعني كالغمامة يوم القيامة أم لا بد من حفظها خلود من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لسورة البقرة وآل عمران قرنهما النبي عليه الصلاة في بيان فضلهما ومكانتهما وأنهما تأتيان يوم القيامة كالغمامتين وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الأصل أن الإنسان يحفظهما لكن إن لم يستطع حفظهما فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول فاتقوا الله ما استطعتم يقرأها الإنسان لأن على السنية والاستحباب يقرأها كثيرا بارك الله فيك أروى من ليبيا تقول هل يجوز للحائض إذا كانت تحفظ القرآن أن تذهب للمسجد في فترة الحيض للحفظ أم لا أروى من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة للمرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد بارك الله فيك ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى منع الحائض من دخول المسجد إلا أن تكون مرة مرورا أن تمر لتأخذ حاجة أو مثلا تنظف مثلا وتخرج أما أن تمكث فجماهير أهل العلم على منع المرأة الحائض من دخول المسجد الأخت أم شايع من السعودية الدمام تسأل عن معنى قول الله تعالى اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرة أختي أم شايع من السعودية بارك الله فيك لعلك تقصدين الآية وليس في أولها اللهم أنتبهي بارك الله فيك ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرة يعني في بداية الآية ربي بارك الله فيك هذه طبعا ربي أدخلني مدخل صدق هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق اللي هو مكة تعرفين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة آذاه المشركون في مكة آذاه المشركون بأمان وبصدق وأن يدخله المدينة بأمان وبصدق هذا هو المعنى بارك الله فيك لكن تنبهي إلى يعني ضبط قراءة الآية الأخت أم بلسم من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا شبه مقعدة أصلي على كرسي وعند الوضوء للصلاة لا أستطيع الوصول إلى القدمين لأغسلها فأصب الماء عليها يعني فهل هذا يعد تقصير في الوضوء وهل يجوز لي أجمع بين الصلوات إذا دخل الوقت لصعوبة الوضوء أختي أم بلسم من اليمن بارك الله فيك وشفاك الله وعفاك وكتب الله أجرك وتولاك أخت الفاضلة بالنسبة لصب الماء على القدمين نعم مدام أنت تقولين شبه مقعدة فممكن تستخدمين الشطاف يسمون الشطاف المائي تصبين على رجلك بحيث أنك تعممين القدم قدمين مع الكعبين بالماء أو يجبون لك الأولاد ومن في البيت طشت مثلا ويضعون فيه ماء وتخذ خضير رجلك فيه إلى الكعبين يعني لابد من إدخال الكعبين في الغسل يجوز هذا ولله الحمد وهذا ما يشترط فيه الدلك ما يشترط الدلك ما دام عممت القدمين بالماء يكفيك هذا ولله الحمد بالنسبة لجمع الصروات إذا كان يشق عليك الأمر ويصعب عليك وعندك مشاكل صحية وعندك مشاكل في مسألة الذهاب إلى المرحام وكذا يجوز لكن من دون قصر يعني الظهر أربعة والعصر أربعة يجوز وفي الليل المغرب ثلاثة والعشة ثلاثة يجوز إذا رأيت حاجتك إلى ذلك بارك الله فيك أسماء من العراق تقول أنا يعني الحمد لله متابعة للبرنامج من سنوات تقول ليس عندي زوج ولا أولاد تقول من يريثوني عندما أموت وهل يجوز لي أن أكتب وصية أن يقسم ذهبي ومالي لبنت أختي أو بنت أخي وأن يضعوا مالي في فناء مسجد مثلا أم حرام إذا منعت ورثتي من إخوتي وأولاد إخوتي أختي أسماء من العراق بارك الله فيك أولا أسأل الله تعالى أن يمنع عليك بطولة العمر على طاعته سبحانه وتعالى الأمر الثاني أختي الفاضلة إذا وصيت وصية ما يخرج منها إلا ثلث الآن لو وصيت بأن مالك كله مثلا وقف مثلا أو لشخص ما يخرج إلا الثلث ما ينفذ في هذا المال إلا الثلث واضح؟ انتبهي لهذه القضية الأمر الثاني إياك أن تحرم أحد ورثتك من هذا المال فالله جل وعلا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ما تدرين أخت الفاضل يمكن الله العليم أنت إذا خلفت مال واستفاد منه بعض الورثة قد يكون يجري عليك أجر عظيم في قبرك بسبب هذا الوارث ما بينك وبينه علاقة يمكن قوية أو شيء لأن هذا المال الذي جاءه فك عنده أزمة ويسر عنده أمور وحل عنده مشاكل فيدعو لك الليل والنهار يدعو لك الليل والنهار لذلك تلفاضلة أنت الآن بين خيارين الخيار الأول أنك الآن توقفين مالك في حياتك لأن الوقف يلزم بالقبض لا بد أن يكون منجز يعني الآن تقول أبني مسجد تبني مسجد مثلا أو مثلا تقومين ببناء إذا كان المبلغ كبير بناء بيت وجعله ريعة لمرضى السرطان مثلا أو لمرضى الكبد أو لمرضى الكلا اشتروا لهم المكاين والمعدات وكذا مثلا أو لطلبة العلم الآن في حياتك ابني مسجد احفري بير اشتري بناية وسجليها وقف لله عز وجل على مثلا أئمة المساجد المؤذنين طلبة العلم حفظة القرآن المرضى الذين لا يمكنهم قدرة على سداد الرسوم مثلا في المستشفيات وشيء من هذا القبيل تقول إلا أنا حابة أني أنا أوصي خلاص أكتبي وصية مثلا لفلان من الناس اللي ما يرث في حدود الثرث في حدود الثرث والباقي يوزع على من بقي من ورثتك بارك الله فيك أم حسام من إيران تقول هل صحيح ما يجوز نشتري لحم ودجاج إلا من مسلم ولا يعني إلى آخر ما ذكرت أم حسام من إيران بارك الله فيك بالنسبة لشراء اللحم وشراء الدجاج والخضروات والفاكهة في فرق بين تشترين حاجات جاهزة وفي فرق بين ذبائح يذبحها هؤلاء واضح؟ أنت الآن تدخلين المتجر أو الجمعية تحصلين فيه لحوم معلبة تحصلين فيه دجاج معلب هذا يجوز شراءة واضح؟ هذا ما لا علاقة المسألة الثانية التي أنت تقريبا تسألين عنها وأشكرت عليك الذبائح ما هي الذبائح التي تحل لنا؟ ذبيحة المسلم والكتاب من هو الكتاب؟ اليهود والنصارى فإذا دبحوا حلال علينا لأن الله تعالى أحل ذبائحهم لنا أحل ذبائحهم لنا فإذا جاءنا لحم من بلاد من أهل الكتاب حلال علينا ولله الحمد ما دام أنه لم يثبت عندنا ولم يعلن عندهم بأن هذه تقتل قتل مثلا يعني الذبيحة هذه تقتل قتل أو تخنق أو تصعق ما تذبح براقة الدم لا هذه حرام حتى لو ذبحها مسلم أصلا يعني لو مسلم الآن خنق ذبيحة ولا صعقها وماتت ثم راح ذكاها نقول حرام هو مسلم هو لاحط الفرق أختي الفاضلة فتنبهي لهذا أنت يمكن أشكر عليك لازم نشتري من المسلم لا غير صحيح نشتري من المسلم ومن غير مسلم حتى ذباح عند أهل الكتاب نشتري منهم ونأخذ منهم بشرط أن يكون الذبح مثل ما نذبح نحن أم عامر من الأردن بارك الله فيها تقول يا شيخ أنا غضبان على ابني عمره 45 سنة ما يصلي إلا يوم الجمعة وأنا أشد عليه عند التلفون مسلسلات وصار مشكلة بينه وبين مرته لأنها ماشي غلط وهو ما يريد أني أحكي معها وأنا على الغلط ما أسكت ووصلت أنها تمد يدها علي وقطعت لي السنسال وأنا مريضة مع روماتيزم وكثير ثعبانة ووقفت أدافع عن نفسي إلى آخر ما ذكرت قالت يا شيخ أنا أريد أن أغير حتى اسم ابني الكبير فأتسمى بغير يعني ابني هذا إلى آخر ما ذكرت أختي الفاضلة أختي أم عامر أم عامر من أردن بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يهدي يا ابنك يعني واضح بأن ابنك 45 سنة الله المستعان تقول ما يصلي ومشغول بالمسلسلات والتلفون بيده دائما وزوجته تغلط على أم عامر والدته طبعا هذا الولد عاق يعني هو عنده مصيبتين المصيبة الأولى علاقة مع ربه سبحانه وتعالى منقطعة ويظهر والله أعلم أن هذا والسبب الذي عاقبه الله بأن يعق والدته بهذه الصورة الفضيعة الفجة نسأل الله العافية والسلامة لهذا ابنك اخت الفاضلة إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه بينك ولذلك اخت الفاضلة أنت ما تستفيدين الآن من قضية والله ما أبغى أتسمى بفلان ما أبغى أتسمى بابن الثاني ما تستفيدين أنت الآن احرصي على هدايته لأن هذا لو لقي الله عز وجل لقيه على شر حال نسأل الله العافية والسلامة ولا يجوز له أبدا أن يسمح لزوجته أن تمد يدها على أمه ولا ترفع صوتها على أمه بأي حال من الأحوال بأي حال وواضح ابنك اخت الفاضلة يعني يظهر والله عقوبات الآن تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى الآن علاقتها معك سيئة جدا والسبب علاقتها مع رب سبحانه وتعالى بقطع الصلاة الآن علاقتها مع زوجته يمكن والعياذ بالله تكون إذنان له أذلته زوجته يعني الله عز وجل سلط عليه امرأة فتذله بحيث أنه لا يستطيع أن يتكلم ولا يرفع صوته أمامها ولا يضع عينيه في عينيها والعياذ بالله هذه عقوبة سلط الله عليه امرأة لتذله قبل أن يعني 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 يأتي ذليلا يوم القيامة الأمر الآخر نسأل الله العافية والسلامة هذا الهدر في العمر والنزيف في الوقت يعني إلى متى وش باقي في العمر ايش الذي بقي في العمر كان السلف الصالح إذا بلغ الرجل أربعين سنة تنسك قال خلاص تنسك أربعين سنة الآن ابنك خمسة واربعين ما يصلي نسأل الله العافية والسلام أخت الفاضلة أنا أنصحك نصيح احرصي عليه ادعي له في صلاتك عضيه وذكريه ذكريه باستمرار قولي له ماذا تنتظر يعني ما تشوف الآن اللي حولك الموت يتخطف الناس من حولنا شباب في عمر الزهور يذهبون إلى الدار الآخر بحادث ولا بسكت دماغية ولا بسكت قلبية ولا شيء يعني هو الآن عنده صك من الله أنه يعيش مئة سنة مثلا ما يدر المسكين لعل أكثانا بالغيب تنسج الآن الملائكة تنسج أكثانا الآن نسأل الله السلام والعافية لذلك أخت الفاضلة هذا الذي أنصحك به وبالنسبة لامرآته يجب أن يقف موقف حازم وأن يمنعها من الاعتداء عليك سواء اعتداء معنوي أو مادي حسي بدني ويهددها بمفارقتها إن هي فعلا غلطت عليك ولا يجوز لهذه المفترة الزوج ستقف معك في نصيحة زوجها الآن يأتي أولاد منها سيأخذون طريقة والدهم لأن الولد سر أبي الولد سر أبي والطبع سراقة سيأخذ من طريقة والده ومن أسلوب والد أسر الله تعالى أن يهدي الجميع أمت الله من الإمارات تقول الوالد عنده صندوق وجميع العائلة يضعون ظرف خاص الفائض من الراتب في ظرف شهريا في هذا الصندوق أنا من فترة طويلة من سنوات كنت اخترت من طرفين أذكر المبلغ لكن لا أذكر من أي طرف أخذت المبالغ الآن عندي القدرة على إرجاع المبالغ لكن لا أتذكر الأظرف أبدا كيف أتصرف أخت أمت الله من الإمارات بارك الله فيك طبعا أولا بالنسبة لذمتك اشتغلت بهذا المبلغ اللي اقتردته ولذلك الآن لا بد أن تبرئ ذمتك من هذا المبلغ وهناك يعني أكثر من طريق الطريق الأولى أنك الآن تستسمحين أخوانك الذين يضعون أضرف فيها مبالغ من خلال الفائض فائض الراتب في هذا الصندوق اللي عند الوالدة وتخبرينهم الخبر وتبلغينهم في الأمر تقول والله أنا احتجت وأخذت مبلغ من ظرفين لكن ما أدري تسمحوا لي ولا لا وأنا أجزم يقينا بأنهم يقولون سامحي لك يا أخوة الأخوة والأخوات الحمد لله بينهم من المودة والمحبة والألفة الشيء الذي يتسامحون في مثلي هذا إذا قالوا والله لا نبغي حقنا حاولي أن تضعي في جميع الأظرف مبالغ مالية إذا كان عندك قدرة وتضعين المبالغ هذه في كل الأظرف وتكونين بهذا ولله الحمد أفرغت ذمتك مما اشتغلت به من هذا الحق وزدت بالصدقة على البقية تصدقتي على البقية هذا حل هذا هو الحل الثاني وأعتقد الحل الأول سيكون هو يعني القريب بإذن الله من قبل أخوانك وأخواتك عيسى الجابري من عمان يقول أنا أقطع مسافة 90 كيلو يوميا ذاهب للعمل وأرجع بنفس المسافة علما بأني أصل قبل صلاة العصر هل يحق لي الجمع والقصر لصلاة الظهر والعصر عيسى الجابري من عمان بارك الله فيك ويسر الله أمرك أخي الفاغ بالنسبة لك ما دام أنك تذهب يوميا 90 كيلو في الطريق نعم لك أن تقصر وأن تجمع في الطريق إذا وصلت إلى محل العمل ما تقصر ولا تجمع فإذا رجعت في الطريق وقصرت وجمعت في وسط الطريق بعد دخول وقت الظهر يجوز لك ذلك لأن هذا بنص هذا بنص لكن أنا أنصحك بأن لا تفعل هذا دائما تصلي الظهر وبعدين إذا وصلت قبل العصر تصلي العصر في مدينتك بارك الله فيك الأخت حياة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي عند فتاة تسألها أو تريد أن تسأل تقول بأن كانت صغيرة عمر عشر سنوات تقريبا تسرق مال من جدتها رسالة طويلة طبعا تقول تابت بعد سن الثالث عشر وكانت تسرق المال من جدتها لتشتري الحلوة وبعدين تابت في عمر ثلاث عشر سنة تسأل الآن تقول يعني ماذا أصنع بهذا المال هل أرسله للجدة أم ماذا أم أتصدق عنها أختي حياة من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لهذه ألفة أقول لها ترجع المال إلى جدتها ولكن لا تخبرها بأنها سرقت المال وإنما بشكل هدية مثلا تشتري لها قطعة ذهب بقيمة هذا المال الذي أخذته والحمد لله الذي تاب عليها وأعتقد أنها في سن العاشرة يعني قد تكون لم تبلغ بعد فلذلك تجمع هذا مدام عندها قدرة الآن مالية تشتري قطعة ذهب لجدتها بحدود هذا المبلغ أو بأكثر مثلا وتكون بهذا قد أبرأت ذمتها ولله الحمد والمن أم محمد من اليمن تقول عاهد نفسي وراجع القرآن كل يوم ربع جزء وبعض الأيام لا أستطيع أن شغل عن قراءة القرآن تقول وقد ختمت قبل ثمان سنوات هل علي شيء أم محمد من اليمن بارك الله فيك أولا أنصحك يا أخت الفاضلة بترك النذر وبترك العهد وبترك كذا للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني تأتيه مثلا حالة عاطفية وفي وقت صفائي ويبدأ ينذر نذر عظيم ويعاهد الله في أمر لا يستطيع عليه ما الله أزوجل يعني فرض عليك أنك تقرأين القرآن يوميا الله عزيزي ما فرض عليك أنك تقرأين ربع القرآن يوميا وما في ما في دليل أنت اللي تلزم من نفسك بهذا فيا أخواني يا أخوات وهذا رسالة للجميع يعني يبتعد الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن النذر نهانا عن النذر كذلك يبتعد الإنسان وعاهد الله على كذا وبعدين ينقذ العهد وهذا صفة المنافقين ومن هم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكننا من الصالحين للآيات فما في داعي تورطون أنفسكم في أمور وأنتم في حال يعني مثل الغيبوبة تجي فترة صفائية وحالة فيها يعني عاطفة وشيء ثم يقول شيء ما يستطعي يقوم به فاتقوا الله خافوا الله عز وجل عمومة الفاضلة أنت لما قلت عهد علي قصدت النذر يعني يعني هل تقلت أعاهد الله أنني أقرأ يوميا الله يعينك على ما ما سيحصل لك الله يعينك أنت ملزمة بأنك تقرأين ما اشترت على ربك جل وعلا أما إذا كنت قلت هكذا وأنت ما استحضرتي معنى العهد ولا النذر ولا كذا أرجو الله تعالى أن يغفر لك عمومة واضبة على قراءة القرآن اجعلي لك وقت تقرأين في القرآن لا بد لو رتبتي على الصلاة الخمس قرأتي ولله الحمد القدر اللي عاهدت الله عز وجل عليه أم وليد من سوريا تقول أنا مقيمة في تركيا تقول منذ يعني فترة طويلة اكتشفت بأن زوجي يتكلم مع عمره عبر الهاتف وحصل بينه مشكلة كبيرة وذهبت إلى بيت أهلي وأرجعني وأنا منذ تلك الفترة لم أعد أصدقه ولم أعد أثق به وكل يوم يحصل بيننا مشكلة ومشاحنات وأنا أخاف أن يخرب بيتي من كثرة هذه الضغطات التي تمر بي وأنا لدي ثلاثة أطفال ما هي نصيحتك أختي أم وليد من سوريا تقولين بأنك تعيشين في تركيا أختي الفاضلة زوجك ارتكب خطأ وخطيئة الخطيئة ذنب حينما تحدث مع امرأة لا تحله ويظهر بأنك اكتشفت بأن علاقة محرمة والخطأ هو الذي قام به حينما سعى في تدمير عسرته وبيته ولكن يظهر والله أعلم أن زوجك تاب إلى الله عز وجل وندم وهو حريص عليك وحريص على أولاده ولكن الشيطان الآن يغذيك بهذا الموقف ويحرص على أن لا يغيب عنك حتى يدمر البيت لهذا أختي الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أسألك سؤال يا أم وليد زوجك عند حسنات أنا أجزم يقين ستقولين طيب وبينه وبينه محبة وعلاقة وعشرة وينفق علي وعلى أولاده وما قصر معنا وفيه مواقف كذا وكذا 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 أنا أقصد لما أقول هذا الكلام حتى يعني يتقزم هذا الموقف وحتى يذوب ويذهب لأن الشيطان يحرص أن ينفخ فيه حتى يكون ورم في قلبك تجاه زوجك واتدمر حياتك اعتبري سيئة من سيئات أمام هذه الحسنات الكثيرة يعني الإنسان ما يخطي أخطأ نحن نقول أخطأ ووقع في ذنب عظيم ويلام لكن رجع الآن الله سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين لو كانوا مشركين بعد الشرك ذنب ما فيه أعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله عز وجل فإذا تاب المشرك تاب الله عز وجل عليه الزنا والسرقة وشرب الخامر وبقية الكبار إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه يقول وما نغفر وما نتغافل لا أغفري لزوجك ما دام الحمد لله رجل تاب وأصلح من حاله وندم ويريد أسرته ويريدك أنت خلاص أغلقي هذا الملف وقلي له خلاص أنا سأنسى هذا الموقف بشرط أنك تكون في الطريق المستقيم وتسلك للطريق القويم وتحرص على زوجتك وأولادك خلاص انتهى كل شيء لبعض النساء للأسف الشيطان يغذيها بهذه الأفكار وخلاص أصبح هذا الموقف هو يجعله مسمار في نعش الأسرة حتى تتدمر الأسرة وتنتهي لذلك اختلف هذا نصيحتي كما طلبتي أنت طلبتي أغلقي هذا الملف وانسي هذا الموضوع واجعله من الماضي الذي لا يتذكر ينسى ينسى يحاول تنسينه وعيش مع زوجتك حياة يعني طيبة وسعيدة واعتبره خطأ سيء من السيئات العباد سيقفون بين أيدي إلا كل إنسان عنده سيئات والله يغفر سبحانه وتعالى بارك الله فيك أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول بأنها مصابة بالبهاق تقول كرهت حياتي يعني مرات الصبر ومرات أطجر وأبكي حتى أولادي لما أعد أهتم بهم أريد أن أعتزل الناس أحس بظلم أستغفر الله لأنه ليس له دواء انصحني يا شيخ يا أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك أختي الفاضلة يعني هذا من قدر الله عز وجل الأمراض والأسقام والصحة والحياة والموت والسلم والحرب وكل شيء بقدر الله عز وجل يقول تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر قل جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون ويقول جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا فأحمد الله عز وجل اللي ما جعل بلواك في دينك وإنما جعلها في جسدك ودنياك أحمد الله هذه من أكبر نعم الله عز وجل إن ما جعل البلوى في دينك بلواك الآن في جسدك بهاق وما جعل يعني هذه البلوى أعظم من بلاوي كثيرة يعني أرأيت لو أن الله تعالى أخذ عنك السمع والبصر والنطق مثلا ستقولين أرضى بالبهاق على أن يرد الله لي سمعي وبصري ولساني فلذلك أنت للأسف يعني وقفت أمام هذا الابتلاء ونسيت بقية نعم الله عز وجل عليك نعم الله عز وجل عليك بالإسلام وبالإيمان وبالصلاة وبالعبادة والطاعة وبالأمن في الأوطان وبالزوج وبالأسرة وبالأولاد والحمد لله أنت تشاهدين البرنامج تراسليننا أكيد متابعة للأشياء الطيبة والخيرة اتق الله يا أخت الفاضلة كيف تقولين أنا مظلومة من الذي ظلمك الله لا إله إلا الله هذا كلام خطير هذا كلام خطير إذا فعلا يعني تقولين مثل هذا الكلام الله عز وجل لا يظلم أحد والله إنما أنت فيه من بلوة خير لو تأملت وفسرت هذا تفسير إيماني أنت من أكثر الناس الآن تعلق بالله بعدما ابتليتي أكثر من قبل البلوة وأنت يعني ترجم ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب ورفعة الدرجة فاتق الله ولا تسمحين للشيطان أن يدخل إلى قلبك الطاهر ويحاول أن يلطخ بمثل هذه الوساوس اطرديه عنك واستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأكثر من الاستغفار وهذا كثير من الناس ابتلوا بمثل هذه الأمراض للحمد واقفون على قنطرة الصبر واحتساب الأجر ويعلمون بأن الله تعالى أراد بهم خير هذا هو المؤمن الذي يتعامل مع ربه جل وعلا حينما يبتلى الأنبياء وهم الأنبياء ابتلاهم الله عز وجل أيوب عليه السلام 18 سنة وهو في البلاء وكان عنده مرض في جسده شحوا بلونه وذبل جسمه وما عرفه الناس خلاص اختفى جلده عظم كما يقولون 18 سنة في البلاء ومع ذلك يعرض نفسه على ربه عرضا فاتق الله يا أختي الفاضلة واحرصي على واعلمي بأن ما أنت فيه كل أجر وثواب إذا كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشوكة التي يشاكها الإنسان يؤجر عليها الأجر العظيم يكفر الله عز وجل عنه كيف بمثل هذه الأمراض كيف بمثل هذه الأمراض فانظر يا أختي الفاضلة في حالك وانظر في ما أنت فيه من خير ونعمة وإيمان وإحمد الله عز وجل على ذلك بارك الله فيك نعمات من مصر بارك الله فيها تسأل تقول أنا أملك شقة أعيش فيها اشتريتها من مالي الخاص وأنا لم أتزوج هل لي أن أوصي بأن تلك الشقة بعد وفاتي تباع ويعمل بها صدقة جارية على روح علما بأن لي أخوات وإخوة متزوجين وعندهم أولاد وعندهم ما يكفيه نعمات من مصر بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعته سبحانه وتعالى أختي الفاضل ما أحد بعد وفاتك يقوم ببيع الشقة وجعلها يعني على روحك أبدا سيخرجون الثلث فقط والباقي الثلثين سيتصرف به الورثة إذا كنت فعلا تريدين يعني فعلا الصدق الجاري الآن بيع الشقة وابن مسجد أو أوقف الشقة وقف لله عز وجل وقولي أجرتها وريعها على كذا وممكن أنت الآن الشقة هذه ممكن توقفينها لله على شرط أنك تنتفعين بها مدة حياتك ثم تذكرين في كتابة الوقف بأن بعد وفاتي تكون للفقرة يعني الريع الأجار أو تكون لطباعة المصاحف أو تكون مثلا لعلاج المرضى مثلا على حسب يعني العمل الذي أنت تعتقدين بأنه سينتفع به الآخرون هذا الذي تقولي لا والله أنا حاب أنفع أخواني أخواتي اكتبي الوصية بالثلث فقط وقولي هذا الثلث يتصدق منه علي ضحية كل سنة شيء من هذا القبيل ممكن في مثل هذه الحالة بارك الله فيك أم أحمد من اليمن تقول أنا عند أهلي أرملة والحمد للأهلي ما لهم شيء يصرفون عليه هل يجوز يعطوني من الزكاة أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك الجواب ما دام أنك أرملة وأهلك فقراء ولا عندهم القدرة على الإنفاق عليك وقد تأتيهم زكاة أو هم عندهم عند بعضهم زكاة من إخوانك وأخواتك نعم يجوز أن يعطوك من الزكاة أم خالد من اليمن أيضا تقول نذرت أذبح خروف إذا تم حملي على خير وعاش ابني بس الحمل ما تم ومات ابني إذا الحين أنا حامل بولد إذا ما مات الولد هل علي أن أوفي بالنذر الأول أم خالد من اليمن تقول بأنك نذرتي إذا حملتي وتم الحمل يعني ولدتي ولد وبقي تذبح ما حصل يعني ما تم الولد ما عليك شيء أخت الفاضلة ولا يلزم الحمل الثاني هذا حمل لازم تستأنف النذر جديد وأنا أنهاك عن النذر لا تنذرين أخت الفاضلة لا تنذرين وأما إذا قلت إذا تم الحمل من دون ولادة نعم يلزمك لأن الحمل تم يلزمك ذبيح بارك الله فيك طيب إخواني وأخواتي بالنسبة لوقت البرنامج أنت لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله السلام عليكم ورحمة الله